وأذهب مباشرة إلى واشنطن مع سعادة السفير غاري سعادة السفير يعني كما استمعت إلى مراسلنا هناك صواريخ من حزب الله باتجاه شمال إسرائيل باتجاه الجليل الأعلى المواجهة مستمرة ومتواصلة هناك شبه إجماع ربما على أن هذه المواجهة هذا الصراع بين إيران وإسرائيل ليس في صورة ثنائية ليس صراعا ثنائيا بل هو فصل في عملية إعادة ترتيب المشهد الدولي أو إعادة رسم خريطة النفوذ الإقليمية هل تتفق مع هذا الرأي سعادة السفير أعتقد أن هناك نقطة علينا أن نأخذهما في الاعتبار الأولى أن من الحقيقي أن هذه المواجهة ما بين إيران وما بين إسرائيل سواء في إبريل ومؤخرا شهد تبادل لهجوم بالسواريخ وأيضا ربما تكون هناك هجمات إسرائيلية ضد إيران مرتقبة وهذه نقطة النقطة الثانية وكلا إيران حزب الله على قمة هذه القائمة عفوا وهو يشن هجمات ضد إسرائيل وإسرائيل تهاجم حزب الله وهو أحد أكلا إيران وبكونه هيئة تمثل وكيل إيران هذا لا يعني بأنه يمكن أن يكون له الهيكل القيادي الخاص به وأن له آلية لصناعة القرار خاصة به وأيضا لديه مصادر للقلق ولكن نحن نتحدث عن إمكانية أن يتسع هذا الصراع سعادة السفير ليأخذ أشكالا أكبر مما هو عليه الآن هل هذا يأتي في إطار الصراع المستمر على الأقل المعلن بين تهران وتل أبيب أم أنه صراع يعني يخرج عن كونه صراعا ثنائيا ليأخذ أبعاد أخرى إقليمية دولية أعتقد أن هناك أبعاد أخرى علينا أن نأخذها في الاعتبار نحن ننظر إلى الصراع في شكله الحالي والذي بدأ في السابع من أكتوبر من العام الماضي عندما قامت حماس بالهجوم على إسرائيل وكانت هناك بعد ذلك عمليات إسرائيلية ورأينا أيضا هجمات حزب الله على إسرائيل ورأينا أيضا هجمات مضادة من قبل إسرائيل بنفس الطريقة نفس الأمر مع الحوثيين وإسرائيل والهجمات من قبل الحوثيين ضد إسرائيل ومن إسرائيل ضد الحوثيين في اليمن وفي إبريل ومؤخرا هناك هجمات مباشرة ما بين إيران وإسرائيل أيضا الأمر لا يمثل مواجهة ثنائية لكن هذه المواجهة بها العديد من الجبهات والعديد من الأطراف الفاعلة مفون